فيلمنا بيبدأ مع يوسف وبيحكي حكايته مع الطبيب النفس بتاعه وبيقول انه مش عارف يبدأ منين لكنه من اول ما تولد وهو بيطلب منه حاجة كتير زي انه يبقى مهندس او دكتور وانه ما يجدبش عشان ما يروحش النار او زي انه المفوض يدخل علمي ولا ادبي ولما والده والدته ماته ما بقاش فيه غير جدته اللي كملت طلباته وضغط عليه ولانه مش عارف يختاره ودايما متردد بقى اللي حوالي هم اللي بيختاروله وعشان كده اتخلق جوا عقله اصوات كتير بشخصيات مختلفة واحد بيقوله المفوض يعمل ايه والتاني بيقوله العكس تماما وبقى نايم صاحي مع التشتت اللي في عقله والافكار المتضادة اللي بتطرده في كل مكان فبيطلب منه الدكتور يحكي له موقف حصله وبيحكي يوسف عن اليوم اللي راح فيه شركة عمه جمال واللي هو كمان وريس فيها وهناك بيشوف امينة واللي بتكون بنت عمه وحب حياته الاول والاخير وبيطلع مع اكتماع الشركة مع باقي الموظفين وهناك بيطلب منهم جمال يفكروا في حملة جديدة للمشروع بتاعهم فبيكتب يوسف اول فكرة بتيجي في باله وبيشوفها زميله سامح وبيقولها هو الاول ولان يوسف دايما متردد وبيتكسف انه ياخد حقه بيفضل سامح يسرق افكاره وينجح بيها ويترقى كمان وبنرجع للطبيب اللي بيقول يوسف انه مشكلته بيعاني منها ناس كتير وان الشخصيات اللي جوا عقله هي السبب في تردده لانها بتحاول تفرد سيطارة عليه وعشان كده لازم يعمل توازن بينهم وبيحكي عن اسطورة بتحكي عن ملك قديم كان بيعاني من نفس المشكلة لحد ما قدر يطلع كل شخصياته بر عقله ويتخيالها حواليه عشان يتناقش معهم بهدوء فبيفرح يوسف جدا وبيسأل الطبيب عن الطريقة اللي ممكن تخليه يعمل زي الملك فبيقوله الطبيب انه كل دي خيالات وقساطير وبيكتبله على دواء يمشي عليه ويجي كمان اسبوع لكن يوسف بيسأله عن اسم الكتاب فبيقوله الطبيب ان اسمه اطلعوا لي وره وبيقدر يوسف يوصل للكتاب وبيقرأ فيه وبيتكلم الكتاب عن نفس الحالة اللي هو بيعيشها وبيفضل يوسف يتخيل الأصوات اللي حواليه وهي بتتكلم لحد ما بينام وفي تاني يوم بيصحى من النوم وبيلاقي شخص غريب في البيت فبيسأل هو مين لحد ما بيطلع برقوته وفجأة بيلاه شخص تاني فبيسرخ يوسف من الخوف وبيسألهم هم مين فبيقوله واحد فيهم ان اسمه كيكي والتاني اسمه بولخير وبيقولوله انهم شخصياته اللي جوه عقله يعني هم هو وهو هم وبيستغرى بيوسف جدا وما بيكونش بصدق نفسه وبيسألهم لو حد تاني ممكن يشوفهم غيره وبيعرف ان هو الوحيد اللي يقدر يشوفهم فبيجهز يوسف نفسه عشان يروح الشغل وبيركبه بولخير وكيكي معاه واول حاجة كيكي بيقوله له ان اهم مقاعدة لازم يمشي عليها في حياته هي ان خيرا تعمل شر تلقى وعشان كده لازم يدي للناس اللي هو عايزه وياخد منهم كمان اللي هو عايزه لكن ابو الخير بيتكلم مع يوسف وبيقوله انه لازم يحافظ على الطيبة والخير اللي جواه فبيتاريق كيكي عليه وبيقوله ان ما فيش حاجة اسمها طيبة وان الطيبة دي هي اللي خلت واحد زي سامح يسرق يوسف ويديه على قفاكل اليوم فبيقطعهم ابو الخير وبيطلب من يوسف يهدي سرعته عشان فيه ستة كبيرة بتعد الطريق لكن كيكي بيقوله ان الكبيرة على عينه وعلى راسه لكن مش لازم يعدي الطريق دلوقتي فبيتخنى ابو الخير معاه وبيتشاتت يوسف اكتر وما بيكونش عارف المفروض يعمل ايه لحد ما بيقرر ان يوقف على اخر لحظة فبتعد الستة الكبيرة من قدامه لكن مش بتاخد بالها من العربية لجنب يوسف واللي بتخبطها وبتطلع تجري فبيقوله كيكي يطلع يجري هو كمان عشان ما يلبسش نفسه مصيبة لكن ابو الخير بيرفض وبيقوله دي ستة كبيرة ولازم يوديها المستشفى فبيقرر يوسف انه فعلا يوديها المستشفى وهناك بيتفاجئ انها بتتهمه ان هو اللي خبطها فبيخاف يوسف جدا وبيعتذر لها فبتطلب منه ويديها موبايله عشان تتصل على حد وبتفضل الستة تتكلم في تليفون لحد ما كيكي بيشجع يوسف انه يخوفه عشان ما تبلغش عنه وعشان تسيبه يمشي وبيقول لها انها لو بلغت عنه هيبلغ عن المخدرات اللي حطها في شنطتها برة وساعتها تتسجنها كمان فبتخاف الستة جدا وبتوعده انها مش هتجيب سرته في حاجة فبيمشي يوسف وهو مبسوط جدا وفخور بنفسه فبيقوله كيكي ان اللي حصل بيثبت له القاعدة اللي قلهاله وهي ان خيرا تعمل شر تلقى لكن بيعترض ابو الخيرا على كلامه وبيقول يوسف ان مش عشان قابلنا شخص واحد كسر القاعدة فده معنان الناس كلها وحشة وانهم المفروض يغيروا مبادئهم فبيقطع يوسف وبيطلب منهم يسيبوه عشان في اخر على اجتماع وهيترفت لكن كيكي بيزعله وبيقوله انه ما ينفعش يترفت ابدا وانه عشان يحقق ان لو عايزه لازم يعلى على زميله ولو ما عارفش يبقى يدوس عليهم فبيطلع يوسف لاجتماع وبيفكر ازاي ممكن ينتئم من سامح وبيستنى لحد ما جمال يطلب منهم يكمله افكار الحملة فبيكتب يوسف جملة في المذاكرة بتاعته وبيبينها لسامح عشان يقولها وفعلا بيقولها سامح وبيستغل يوسف الفرصة وبيضحك بيستري عليه وبيفضل يتريع ويتنمر عليه وبيخلي الكل يضحك معاه وبينجح ان يحس السامح بالاهنة وينتق من كل اللي كان بيعملوا فيه وبيخرج يوسف من الشركة وفي خمت ساعاته وبيرقص مع كيكي لكن ابو الخير بيقطعهم وبيقولهم ان اللي عملوا دا اسمه خداع لكن كيكي بيرفضوا بيقولوا ان القاعدة رقم ثلاثة هي ان الغاية تبرر الوسيلة وان كل اللي هو عمله وانه جاب حقه من اللي كان بيخدعه فبيقول يوسف انه عنده حق وده على الرغم من ان السامح مش يكلمه تاني لكنه مش مهتم لانه كده كده ما كانش بيحبه لكن بيعترض كيكي وبيقولوا ان الصح انه اول ما يشوفه يسلم عليه ويفضل يقوله حبيبي 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 خمس مرات عشان يبانوا انه عبيت وما كانش يقصد حاجة وانه بس كان بيهزر فبيقولهم ابو الخير ان دا اسمه نفاق فبيقوله يوسف انه هيعمل اللي كيكي يشوفه فبيطلب منه ابو الخير يعمل اللي يشوفه هو مش اللي اي حد تاني يشوفه وبيطلب منهم يوسف يفكره في حل معاه عشان يقرب من امينة عشان تشوفه وتحبه زي ما بيحبها فبيتاري اكيكي عليه وبيقوله انه ممكن ينصحه طريق ومحتاج حد يصلحالها وبيقوله كيكي ان دي فرصته عشان يكون معاه لوحدهم فبيقول يوسف انه ما بيفهمش حاجة في العربيات ومش يقدر يصلحها فبيقوله كيكي انه لازم يروح يبوازالها اكتر عشان تضطر تيجي تركب معاه فبيوافق يوسف وبيركب بسرعة عربيته وبيروح لامينة وهناك بيخالها تفتح العربية وبيبوز كل حاجة يقدر يبوازها لحد ما بيارد عليها انه يوصلها بعربيته فبيتوافق امينة وبتقوله انها تلم حاجتها من عربيتها وتحصله وبيركب يوسف العربية وفجأة بيلايه قدامه ابو الخير واللي بيقوله انه لازم يخير امينة بانها تاخد مفتاح عربيته وتروح بيها او انها تركب معاه لانه ما ينفعش يفرد عليها اختيار معين وبيهدده انه لو ما عملش كده مش ينزل من العربية فبيضطر يوسف انه يعمل زي ما بيقوله وبيارد فعلا على امينة اللي بتاخد منه مفتاح العربية وبتروح لوحدها وبالليل بيقعد يوسف مع كيكي وابو الخير وفجأة بتجيله مكالمة من زميل قديم في الشغل بيقوله انه المكان اللي هو فيه ده قل منه وانه يستحق يكون في مكان احسن وبيارد عليه يسيب الشركة ويجي يشتغل في الشركة المنافسة لعمه فبيرفض يوسف وبيقوله انه صعب يسيب شركة عمه فبيقوله انه مش لازم يسابها لكنه ممكن يقدم له استشارات وبيفهم يوسف انه عايزه يقوله العروض اللي شركة عمه بتقدمها عشان يقدم زيها وبسعر احسن كمان فبيتردد يوسف لكن بيشجعه كيكي انه يوافق اما بقى الخير فبيقوله انه لازم يرفض لانه ما ينفعش يخون عمه مهما كانت الخلافات اللي بينهم فبيقاجل يوسف الكلام مع صديقه وبيطلب منه يكلمه في وقت تاني وفي تاني يوم بيروح يوسف الشركة وهناك بيبقى بيحاول يفتح موضوع مع امينة وبيكتشف انها بتحب البرجر فبيقرر انه يعزمها عليه وبتسأله امينة لو هيروح فرح زميلهم فكري ولا هيكون في مدينة تانية وبتطلب منه يسافر معها لو عايز لانها هتسافر قبل الفرح بيومين فبيفرح يوسف جدا لكن بيكتشف انه ما تعزمش وفجأة بتجيله مكالمة من عمه اللي بيطلب منه يقابله في مكتبه وهناك بيطلب منه ان يروح للمحامي عشان ياخد شيك بنص مليون جنيه تمان نصيبه في الشركة فبيتاريق يوسف وبيقوله ان جدته قالتله انه هيعمل كده لما يجبر وبيطلب منه يسيبه يفكر ويمشي وبيسيبه وبيروح يحكي لابو الخير وكيك اللي حصل معاه في الشركة وبيطلب منهم يفكروا معاه زي ما يضيعش سفاريت امينة فبيطلبه منه يروح لفكري مكتبه عشان يفكره وبانه المفروض يعزمه وفعلا بيروح يوسف لفكري وبيشغاله اغانية وبيرقص له وهو بيلمح له على كروت الدعوة اللي قدامه وبينطله يوسف في كل مكان لحد ما بيسرق كارت من كروت الدعوة وبيتفاجئ نسمه عليه وبيعرف انه كده كده كان هيتعزم لكنه استعجل وبيبدأ يوسف يجهز نفسه للسفر لكن بيكتشف ان امينة مسافرة مع محمد نور المغني وبيعرف ان ما فيش اي منافسة بينهم لكن ابو الخير وكيكي بيشجعوا عشان ما يسيبش امينة الضع منه فبيفكر يوسف في فكرة وبيقرر انه يدخل عليهم الشط بالبيت شباجي عشان يبهر امينة لكن فجأة بيتقلب بيه والكل بيدحك عليه وبعدها بيدخل في اكتر من تحدي مع محمد نور لكن بيخسر فيهم كلهم وبيهرب يوسف من الاعداء اول ما بيلايه محمد نور بيغني فيها وفي الحمام بيقابل شخص اسم ابو الوفا ولي بيديله الكارت بتاعه بيقوله ان اي طلب هيطلبه منه هيجيبهله سواء مخدرات او ستات فبيرجع يوسف قطه وبيحكي الكيكي وابو الخير عن ابو الوفا فبيضغط عليه كيكي عشان يطلب منه حشيش وبيعترض ابو الخير وبيقولهم انه حرام فبيقوله كيكي انه لو مش حرام فهم هشربوه اما لو حرام فديهم هيحرقوه وبيجي الحشيش وبيشرب منه ابو الخير وكيكي ويوسف لحد ما بيغم عليهم وفي تاني يوم بيفكر كيكي في خطة تخلي امينة تغير وبيخلبه الوفا يجيب ليوسف بنته الروسية يخرج معه قدام امينة وبيفرح يوسف وبيمشي مع البنته الروسية وهو بيمثل انه بيتكلم روسي لكن بيتفاجئ ان محمد نور بيعرف سبع لغات من بينهم الروسي وبيفهم ان يوسف مأجرها عشان تقعد معه ساعة وان كمان الساعة خلصت وبيقول قدام امينة كل الكلام اللي البنته قالته فبيحس يوسف بالاحراجه وبيمشي بسرعة فبيروح محمد نور وراه وبيقوله انه عارف انه بيحب امينة وبيحلف له انه مفيش حاجة بينهم بيفرح يوسف جدا وبيتطمن وبعد شوية بتيجي امينة تتكلم معاه وبيفضلوا يتمشوا سوا وبيقربوا اكتر من بعض وبيفتكروا ذكرياتهم وهم اطفال وكانوا دايما سوا وبعد ما بيفضلوا يتمشوا طول اليوم بيفوتوا معدل فرح وبيرجعوا بعد ما كل المعازين مشيت وكمان الاكل خلص وفجأة بيبص يوسف لامينة وبيفكرها بنفسها زمان وهي دايما بتاند معاه وبتجري منه فبتقوله امينة انها كانت بتبقى متطمنة دايما وهي جنبه وكان في ساعة الاحساس ده يفضل دايما موجود فبيفرح يوسف جدا وبيرجع البيت وفقمة ساعته وفي تاني يوم بيقعد مع كيكي وابو الخير واللي بيشجعه يدخل البيت من بابه على طول من غير تأخير فبيشجعه كيكي على كلامه وبيقوله انه بكده هيضمن ورثه ورث بنت عمه كمان وانه بيحب امينة ومش عايز حاجة تانية وبالليل بيروح يوسف مع ابو الخير لبيت عمه وهناك بيطلب منه ايد امينة من قبل حتى ما يعرفها نفسها انه هيتقدم لها فبيتاري امه عليه وبيكلمه بطريقة مهينة وبيقوله ان تعليمه وتربيته وثقافته ومستوى مش مناسبين ابدا لبنته وبيطلب منه ما يضيعاش وقته وبيترده برا البيت فبيرجع يوسف وحزينه مأهور فبيتاري اكيكي عليه وبيقوله انه كان لازم الاول يكسر عين امينة عشان يجبر عمه انه يوافق لكن بيتخنى ابو الخير معاه وبيقوله ان العمل هو الصح لانه مش طمع زيه وبيضربهما الاثنين بعض في الوقت اللي بينهار في يوسف وافكاره بتتسرع سوا ومش عارف يحدد ايه الاحساس اللي المفروض يحسه بعد ما تهانه وترفض من عمه اللي مش راضي يديله ورسومه ولا يشركه في شركته وفجأة بتهدأ افكار يوسف تماما وبيلاي ان كيكي اتلب ابو الخير وبيقوله قدام امينة انه واخد حقه وانه ليه في الشركة زيه بالزبط وبتستغرب امينة كلام يوسف وبتسأل والدها لكن مش بيرد عليها فبيخرج يوسف من المكتب وبتمشي امينة وراه عشان تفهم منه وبيطلب منه كيكي يمثل عليها دور الضحية عشان تقتنع ان ابوها ظلم ومفتري وفعلا بينجح يوسف انه يبين ان عمه سرقه واخد فلوسه ومش راضي يدهاله وبتتأثر امينة جدا وبتوعيده انها تتكلم مع والدها وفي اخر اليوم وبعد ما الموظفين كلهم بيمشوا بيطلب كيكي من يوسف انه ينتهم اخرين تأمن سامح وفي نفس الوقت من عمه وبيخليه رد على اميل صاحبه اللي كان عايز استشارته من اميل سامح وبكده يخسر عمه وكمان يرفض سامح وبيفضل يفكره بكل مرة سامح كان بيخدعه فيها وبيكسب من مجهوده فبيبعت يوسف فعلا الرسالة وهو قلقان وخايف في الوقت ده بترجع امينة البيت وهناك بتسمع والدها وبيتكلم مع المحامي عن الشيك بتاع يوسف وبتعرف ان الكلام يوسف كان صح وبتواجه والدها به لكن والدها بيقولها ان دي شركته وانه ممكن يبقى ظلم بيوسف فانه بس مساعدوش لكنه هو اللي كبرها وعملها امبراطورية زي ما هي شايفة وبتتصدم امينة في والدها وبتقرر انها تروح ليوسف في بيت جدتهم واللي بيكون عايش فيه وهناك بتقتذر له عن كل حاجة حصلت وبتقرر انها تبات عنده عشان مش عايزة ترجع البيت فبيفضلها يوسف قط وبيسيبها فيها وبيقرر يحضر لها العشاء وبيطلب منها تدور على اي جريدة فبتدخل امينة غرفة جنب غرفة يوسف وبتلاقي جواها كل صورة ومساواهم اطفال وكمان بتلاقيها دا كتير في كل اعياد ميلادها وبتعرف ان يوسف كان بيحبها من زمان وبتسأله عن السبب اللي خلاه خب عنها فبيقولها يوسف ومتوتر انه بس كان خايف فبتقوله امينة انه عبيت وبيظهر انها كمان عندها مشاعر ناحيته فبيروح يوسف يكمل تحضير العشاء وهو في قمة ساعاته لحد ما فجأة بيظهر له كيكي وبيوسوس له وبيقوله انه لازم يستغل الفرصة عشان يكسر عينيها ويضمن موافقة عمه لكن يوسف بيرفض وبيقوله انه بيحبها وبيحترمها وانها كمان بنتعمه فبيغريك كيكي وبيسأله عن عدد المرات اللي تخيل فيها اللحظة دي وبيشجعه حلمه وبيستغل الفرصة اللي ممكن ما تتقررش تاني وفعلا بينجارف يوسف ورا وسوسة كيكي وبيقرب من امينة اللي بتضربه وبتخرج من البيته يا منهارة ومش مصدق انها وسقت في الشخص الغلط وبيفضل يوسف يترجه تسامحه لكن غير فايدة وفي تاني يوم بيعمل جمال اجتماع لكل موظفين الشركة وبيهينفي سامح اللي صرب اسرار الشركة للشركة المنافسة وكان السبب في خسارتهم لملايين وبعد الاجتماع بيدخل يوسف الحمام وبيبص النفسه في المراية وبيلاقي نفسه مش شايف غير خيال كيكي وبينسى يوسف هو مين بعدما كيكي سيطر عليه وحاوله الشيطان وبينهر يوسف وبيكلم نفسه وبيقوله انه تعبن ومش قادر فبيتريع كيكي عليه وبيقوله انه عمل الصح لكن يوسف بيتعصب عليه وبيطلب منه يمشي فبيقوله كيكي انه عايز يمشي بعد كل اللي عمله علشانه فبيتخنق معي يوسف وبيضربه لحد ما بيغم عليه وفجأة بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى وقامينه جنبه بعدما فهمت وقارفت كل اللي بيمر بيه وبتشجعه انه يزور سامح في البيت ويحاول يصالح غلطته وفعلا بيروح يوسف لسامح عشان يطمن عليه وهناك بيكتشف انه بيصرف على عائلته كلها وعشان كده بيعمل المستحيل عشان يحافظ على شغله وبيطلب منه يسمحه لانه كان بيسرق مجهوده وبيقول ان ده جزائه وفجأة بيسمع يوسف بنت سامح وهي بتسمع قرآن لشيخها وبتقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وبعد ما بتخلص بيقولها الشيخ ان ربنا قال في حديث قدسي انا عند ظن عبدي به فان خير فهو خير وبيفهم يوسف الرسالة وبيعرف انه لازم يؤمن بنفسه ويصدق ويقدر يعمل ايه ويسقف ان ربنا هيوفه طول ما هو بيسعف اللي هو عايزه وبيعرف ان الانسان مسؤول عن اختياراته وان زي ما ربنا خلق في الانسان الخير خلق فيه كمان الشر لكن ادي له حرية الاختيار والدور عليه حدد هو عايز يكون مين وبيقرر يوسف انه يعترف لسامح والعمه بالعمله وبتشجعه امينة وبتكون فخورة بيه جدا وبيتفاجئ جمال بشجعة ابن اخوه وبيطلب منه يصلح غلطته وهيسامحه فبيطلب منه يوسف يتجوز امينة قدام الشركة كلها وبتوافق امينة وهي في قمة ساعدتها وبيضطر الجمال كمان انه يوافق وبيعاية من الفرحة وهو بيقول انهم لقيين على بعض الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام